السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أرحب بكم من جديد أعتذر أصدقائي عن الغياب إن شاء الله سنكمل ما بدأناه لكي نساعد أصدقائنا المربين في إنتاج الحسون إذن أصدقائي عندك زوجين حسون جاهزين تماما يعني أنك متأكد أن الضاكر والأنثار جاهزين لكن حتى الآن لم يكن تزوج هناك مشاكل والمشاكل هذه عندها أسباب الأسباب إن شاء الله سنعطي لها بعض الحلون أحد الأسباب التي تأخر تزوج الحسون هو البرد والبرد الآن لم يكن كائن يعني الحكاية هذه ولم نقولها في شهر فبري ومارس الآن رأنا في شهر خمسة شهر ماي رأي الجو حار إذن هذه نخلوها جانبا هذا السبب الأول السبب الثاني عدم قبول الزوجين أحدهما الآخر يعني إذا كان ذاكر ما قبلش الأنثى وللعكس يحدث لك شجار ويأخر لك في التزوج يعني تنتظرهم حتى يتوالفوا مع بعضهم وتدير تشويق والحكاية هذه إن شاء الله حتى يبدأ التوارف بينهما وتبدأ الإنتاج عندك سبب ثالث نقص الأمان يعني إذا زعجة الأنثى إما من المكان أو البشر أو الحيوانات والزواحف وممكن حتى الخوف من الضاكر حتى يكون ضاكر قوي ويلاحقها بالزواف ويدرونجيها وينحيلها الرش هذا كلها تأخر في التزوج إذن الحلول باينة حط الأنثى في مكان آمن ما يكونش كان الإزعاج من طرف البشر ولا من طرف الأطفال ولا من طرف حيوانات حضر من الزواحف كذلك شوف مال يكون مليح ما يكونش أغريسيف يعني مال متوحش بالزواف في ناحية هذا الرش لدينا السبب الرابع السبب الرابع عدم قبول الأنثى للعش يعني لا نعرف ترى هنا هم ثلاث أحشاش كامل ليس قابلة بهم الأنثى كاين عدة أحشاش في المحلات خير الأحشاش التي تكون مليحة المخدمة بالحلفة كان الأنثى لا تقبل بالبلاستيك لا تقبل بالعش من المحلات من المحلات من المحلات لا تقبل الأنثى بالرغم من أنها جاهزة وبالتلقافص والضاكر والتلقافص وجاهزين لكن الأنثى شبتها أنها ترفض الخيوط تروح للعش لكن لا يعجبها هنا حاول توفر أحشاش مليحة من المحلات في الحلفة لأنها تجربتها من قبل ومشاء الله حتى أنها تنكرها ونعاود لك خير لأنها تكون مليحة ويجعلهم في مكان مليحة يعني يغطي من الملف لأنها تشعر لأنها لا تغطي لها القافص خاصة إذا كانت القافص وكذلك تحب أن تكون مخفي يعني في مكان مخفي وتكون مزوق القافص يجرب كل شيء خامسة نقص البروتينيات والكالسيوم والفيطامينات يعني التي تجعل الأنثى وتحفزها على التزاوش وماذا تقوم بها؟ لديك البيض المسلوق لديك التفاف لديك منقوع الخروب منقوع التمر كلهم يعاون الأنثى كذلك الحلبة كلهم يعاون الأنثى النفس التي تعمل بالمحفزات المصطنعة تعمل الأوسيلون وهذه حكاية أخرى نحن رأينا نتكلم عن الناس التي تعمل طبيعيا الناس التي تتبع فينا نتوني ملاحة المهم والسبب السادس وهو عدم صبر المربي على الزوجين يعني كيف تذهب إلى تدير؟ تدير ذاكرة مع الأنثى تنتظر أسبوع أسبوعين ما كان مالو وتروح تجيب ذاكرة آخر ما يجري رك عارب لي ذاكرة هذا اللي عندك هو الأنثى وتفاهمين بها وتروح تجيب ذاكرة آخر تعاود تدخلوا مع الأنثى وتقع الشجارات ومشاكل وتعاود ترجع لها نفس الزاكر وهذا خاطئ صحيح من الأول خيار تذكر الأنثى وشبتهم متوارفين خليهم مع بعضهم يعني قلت لك تقدر تخدم بالتشويق تقدر تخليهم مع بعضهم المهمة لا تبقى تغيير تقع السابق صحيح لدينا سبب آخر وهو فازع أحد الزوجين لا أعرف أنت تروح تشريت أنثى من عند واحد وقال لك خادم وقدرت فيه ثيقة والأنثى هذه مفزوعة قد تضح القفص وقدرت فيها قد تضح وقال لك طائر جارح لا أعرف أو شيء تقوم بها لا تريد أن تظهر مليحة وقال لك خاصة وإذا كانت حاضنة وتضح بها القفص هذه الأنثى التي تكون حاضنة وتضح بها القفص لا يمكن أن تتخدم وكانت تتخدم وكانت تنسى وعادي لا تحذر تشريت كذلك كذلك ثاني الآخر وهو مرض أحد الزوجين يعني حتى لو كانت تشوفه جاهز ممكن عنده كبداء ممكن عنده مصرار ممكن لازم تتفقد الطيور وتبدأ بالعلاج صحة الروح السبب آخر وهو وجود القمل إذا كان عندك القمل في القفص أو في الطيور هذا سيزعج الطيور لا يجعلهم يتزاوج وهيتروح الأنثى للعش ولا تطلع فوق الباط وفي المجثمات ولو تشوف القمل وفي المجثمات سيزعج 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 حساب سيزعج ما يحدث تزاوج في دولة هنا وفي المجثمات سيزعج لا يجعل الطيور تزاوج لدينا كذلك سبب آخر وهو أنك ممكن تشوف الزوج يبالك قوي يغرد ما شاء الله جاهز يبالك أكبر تدخل مع الأنثى يمكن أن تقوم بوضع التزاوج لا يقدم وفي المجثمات يقول لا يعرف يركب لا يوجد كائن جاهزة وقوية بالك لكن من الداخل ضعيف ضعيف لا يستطيع التزاوج حتى يركب الأنثى لا يجعل وقوية مليحة يبالك يغني لكن لا يستطيع تزاوج ما يجعل يجب أن نقوم لديه محفزات لكي نقوم تستسيرون محفزات باين لديك محفزات طبيعية لديك الحلبة يزيد تستسيرون يجب البيض المسلوك لا يجب الحلبة منقوع الخرب هذا يعني قلت لكم لا ترى ضاكر المنقر تماما وغرض بقوة تقول يتزاوج او كائن قلت لكم كائن ضاكر يكون قوي 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 يتزاوج ويجب يضرب وكائن لا يقوم هنا ضعيف ضعيف يجب يجب تقوي تستسيرون ولكن تزاوج ان شاء الله كذلك يلقح الأنثى يكون البيض مخصب لاني يقول انتشت والبيض عندي مخصب اما الضاكر لا يلقح نهائيا والأنثى قامت بضعية تزاوجة عدة مرات لا تزاوج ووضعت البيض اما كائن ضاكر الذي يأتي يطلع بالأنثى ولم يلقح والأنثى تخرج أبلو اذا شكرا شكرا وشكرا